طيب تعالوا نروح لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتل محمود الخطيب اللي قاموا يعني بجولة تفقدية بالأمس بفرع النادي بالتجمع الخامس تمهيداً لافتتاحه خلال الفترة المقبلة إن شاء الله ومتابعة كافة التجهيزات الخاصة بالفرع سواء في ما يتعلق بالبنية التحتية أو المرافق أو الملاعب أو أماكن جلوس الأعضاء ومنطقة اللعب الأطفال وكمان الأثاث الخاص ببعض المباني الإدارية استبع كابتل محمود الخطيب في شرح مفصل من المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة والمهندس محمد عثمان رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للهندسة والمقاولات وهي شركة المنافذة للمشروع من خلال الهيئة الهندسية لقوات المسلحة استبع وتحدثوا عن الإنشاءات داخل النادي سواء من الملاعب أو أماكن جلوس الأعضاء والمبنى الإداري والمبنى الاجتماعي ومبنى الأكاديمية وغرف الملابس للفرق الرياضية المختلفة وكافة النواحي الخدمية للأعضاء والحقيقة دي دايماً طول عبرها حاجة بتميز كل فروع النادي الأهلي أي كبيرة أو صغيرة تهم أصغر عضو في النادي الأهلي الحقيقة دايماً هي محط اهتمام القائمين على مجلس الإدارة ترجمة نانسي قنقر